هذي بكترية السفلس من مجموعة الاسبايرو كيتس من مجموعة الاسبايرو كيتس يعني شكلها يكون حلزوني و قلت لكم اكو بكتريات مهمة بهاي المجموعة راح نخطيها طبعا اليوم هي بكترية المسببة لمرض السفلس وبكترية ثانية اسمها لبتوسبورا تمام و طبعا بيهم خصاص كثيرة متشابهة هذي بكتريتين طيب اسم البكترية اللي تسبب السفلس هي ما اسمها بكتريات هي يعني السفلس هو المرض اللي هو الزهري باللغة العربية طبعا هذا مرض منتقل جنسيا STD مرض منتقل جنسيا تمام سبب بكترية اسمها وهذا مهم اسمها تريبانوما 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 تنصبغ بصبغة القمزة ستين تنشاف بنوع من المايكروسكوبات الخاص منه يعرفه يلا شوف احد يعرف هالمعلومه يا مايكروسكوب تنشاف باكتلة السيفلس او مجموعة الاسبايروكيتس بشكل عام هلا احد عنده خبرة او معلومه عالموضوع ما تنشاف بالمايكروسكوب العالي تنشاف بنوع خاص منه ينحط له فلتر خاص وضوء اي اه بس يعني في فلتر خاص الا اسم معين اه احد يعرفه اسمه هس انت عندك بالموبايل دارك مود و 거야 هذا دارك مود لازم تستخدم وياها هذه دارك فيلدنةة prefam تمام دارك فيلد مايكروسكوب وأهذا جاي بلاكروك فهذا مهم جدا فهذا تنشاف بالدارك فيلد مايكروسكوبي ما تنشاف بمايكروسكوب عادي طيب في فحوصات ثانية تستخدم للتقصي على هذه البكترية وهذه الفحوصات ماكوا داعي تعرف اختصاراتها شنو بس حفظوها يعني بس تفهمها طبعا سميت حسب المختبرات اللي لقتها فما لها دلالة على البكترية لكن فقط هي دلالة مختبرية يعني خلاص هي بس اسماء للمختبرات اللي اكتشفتها تمام فما راح اركز على اسماءها يعني اختصاراتها هذي الفحوصات الثانية كتبوها هذي اضافية هذي مهمة فحوصات V D R L وعدنا فحص تاني اسمه P R P R وعدنا فحص تاني اسمه A R T وعدنا فحص اسمه I C E هذي الارات اللي اذا تلقوها بكل مكان هذي الارات اللي اذا تلقوها بكل مكان هي اختصار لعالم اسمه Raiqin اللي سوى فحص اسمه Raiqin Test فحص Raiqin عبارة عن طريقة يستخدمون بها الانتيبودي وغيرها حتى يقون بها الانتيجينات هذي مو فقط مستخدمة في السفلس لكن اكثر مكان تنسلون عليها في السفلس استخدم لفيروسات ثانية ممارات في الفلونزة تلقاها او في بعض الفيروسات الثانية بس بشكل عام هذي الفحوصات بهذي الاسماء VDRL RPR ART ICE هذي Raygen Test الفحوصات مالتا هذي الانواع تستخدم في حالة السفلس فالتكم تتذكرون هذي الاسماء لا اكثر ولا اقل في عدنا فحص ثاني اسمه رقم موبايل لكن ايضا جايب الكروك اسمه FTABC كمان نفس الفكرة فلوريسنت مهم اختصار طويل جدا هذي يستخدم في السكشوال ترانزميتل ديزيز في الاستي دي في يعني قسم من الاستي ديز بعض الاستي ديز وجاي في سؤال بالمايكروبولوجي في البازة اتصور كان موجود تختار هذا الاختيار لما كان مريض عنده مرض منتقل جنسيا وقيل لك شون نسوي له سكريننج يعني ندور على هذا المرض فكن نختار هذا الاختيار فخلاص يعني بس خلو هذي الافكار او هذي الاسماء ببالكم اخاف تشوفوها في الامتحان اضافة الى هذه البكتيريا ممكن تلقي بطريقة الاميونون فلوريسنت اللي هي شنو انتيبودي تخليه بالمحلول هذا الانتيبودي مرتبط بيج بجزئات فلور لما يلقي الانتيجين تبع السفلس يضوي هذا الانتيبودي هذي المعلومة مراحة اكتبها كون ما لدكم تخربطون بيها لانا الاميون فلوريسنت اكثر الوقت بالكروك يستخدموها للفايروسات هذي الطريقة فما رد اكتبها حتى لا تخربطون وتروحون تختاروها بكل مكان يعني فاكثر هي للفايروسات وخاصلا الفلاونزا يستخدموها طريقة الاميون فلوريسنت وهذا كلام في اوكران يعني ماذا تكلم بشكل عام عالميا لكن هاي الطريقة ايضا تستخدم لبكتيريا السفلس فهذا الفحوصات المهمة واهم وحدة او اهم اثنين في سألوكم عليها بالكروك وراح خلي عدها نجمات هي القمزستين والدارك فيلد مايكروسكوبي وهاي اخاف يعني ها معلومة اضافية خاف جتي ما تكونون انتو خسراني ورا هذي تفيدكم بالكليونيكال في السنوات الجاية لما تنسلهم في الفحوصات الخاصة بالسفلس طيب فهذا بالنسبة لي يعني بالمختبر كيف منشوف هذه البكتيريا طيب منو يقدر يقولي شنو اكثر عرض او ما هو العرض الشائع اللي يصير بيها ساينو سيمتم ساينو سيمتم اكثر شغلة شائعة تتشوفة لما واحد ينصاب بالسفلس شغلة مهمة جدا تصير المريض اللي عنده سفلس شي يصير عنده بالجهاز التناسلي طفح هو صح يصير هذا الشي بس مو هو هذا اول شي يشوفه ومش هذا اهم نقطة دالة ها احد يعرفوا هذي جاي عدكم بالكروك ترا يديروا بالكم منهم ترجمة نقطة دولة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 يكون جرانيولومو حتى يعالجي يكون جرانيولومو راح تتكون في مناطق معينة من جسمك وينما راح تصير هالي جرانيولومو راح تصير تدمر لهذه الوانضغر فهنانا مهم تعرفون وأهم مكان يحب السيفلس طبعا هذا المرحة المتقدمة الثالثة يحب يصيب البلد ويسبب اندوفاسكولايتس اندوفاسكولايتس المترجم الى المفاصل المترجم الى المفاصل كان لديه مفاصل 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 60 عام أتيت لك في حياته كان يتعرض لسفلس ولكنه لديه و الآن لديه و الآن لديه في البرنامج مرحلة الثالثة عدد 20 عام مرحلة الثالثة بعد أنه كان مغزوج و الان تجدون مرحلة على المرحلة لاحقية . و الان تجدون مرحلة على المرحلة و المرحلة سمها كونجنتر سيفلس سمها كونجنتر سيفلس اللي هي شنو اسنانه تبدي يصير بيها زي خسفات بهذا الشكل تبدي تكون بهذا الشكل تلقى سن وصار بيه خسفة سن وصار بيه زي نوتش نوتش تيث تمام تكون نوتش تيث يعني زي فيها قعر وفيها تمام نقاط صوت كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة